ينتظر مسؤول النادي الزمالك وصول الخطاب الرسمي من اتحاد الكورة عشان يأكدوا على تأجيل مباراة نهائي كاس مصر زي ما قلتلكم لسه ما تمش الاعلان عن المعاد النهائي لها يوم الخميس اللي جاي كان هو المعاد الاولاني كما كان محدد مسبقا ولكن طلب الزمالك تأجيل مواجهة النهائي نظرا لفقدان الابيض خدمات عدد كبير من لعبته في الفترة من 2 ل 10 سبتمبر منهم فرجاني ساسي وحمدي النقاز بسبب انضمامهم لمعسكر تونس كمان هيفقد الفارس الابيض جهود السلاسي مصطفى محمد وإمام عشور ومحمد عبدالسلام بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبي اللي هيشهد وديتين قدام السعودية يوم 7 ويوم 10 سبتمبر بيصرف لعيبه نادي الزمالك القدامى المتواجدين مع الفريق من الموسم الماضي رواتبهم خلال الفترة الحالية قبل رحلة السنغال من أجل تحفزهم على مواصلة الانتصارات في مختلف البطولات واخترت إدارة النادي لعيبة الزمالك بوجود مكافأة استثنائية ليهم حال تحقيق لقب كاس مصر مع صرف الرواتب خلال الفترة الحالية بجانب صرف مكافأة المبارات الأخيرة قبل نهاية كاس مصر وكمان قررت إدارة الزمالك تعديل بعض من عقود لعيبة الزمالك في الفترة اللي فاتت بعد ما منحوهم وعود في الفترة السابقة يعني بإنه إذا استمر التقلق فأكيد في تعديل للعقود طبعا الزمالك هلتقي مع جنيرسيون فوت وهو نادي سنغالي في زهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 14 سبتمبر المقبل بالسنغال والمقرر اللي عودة تكون 27 أو 28 أو 29 سبتمبر اتحاد الكرة خلاص بيحدد ده حالا جايلنا اتحاد الكرة بيحدد الحد 8 سبتمبر الجاري موعد لنهاية كاس مصر بين الزمالك وبيرميدز خبر عاجل 8 سبتمبر هو المعاد النهائي لمباراة الزمالك مع بيرميدز في نهاية كاس مصر خلينا نقول أنه معاد مهم جدا أنك توصلوا للأندية علشان الأندية تقدر تحدد ظروفها مين موجود مين مش موجود مين مصاب هيرجع فقد إيه مين في معسكر نادي أو منتخب إيه هيرجع إمتى أو هيكون موجود إمتى ولكن في الآخر تم تحديد المعاد خلاص إن شاء الله يوم الحد 8 سبتمبر نتفرج على نهاية كاس مصر ترجمة نانسي قنقر